موضوع الانتاج لكن اشباع الرغبات والحاجات للمجتمع يمكن من ضمن المواضيع اللي احنا بنحاول نفكر فيها ازاي نشبع رغبات وحاجات المجتمع اللي هي خلق المنفع اللي هتحقق لي اشباع هذه الرغبة طب هاخلق المنفع ازاي من خلال انتاج السلع والخدمات يبقى معناها موضوع انتاج السلع والخدمات هو وسيلة لاشباع الرغبات والحاجات تبعين المجتمع طيب عشان ننتج قلنا هو خلق للمنفع طيب موضوع الانتاج فيه عندي لازم نميز ما بين حاجتين مدى قصير ومدى طويل وفي موضوع المدى قصير والمدى الطويل المحدد ما بينهم العناصر المتغيرات أو المدخلات تبعين عناصر الانتاج هل عناصر الانتاج اللي عندي متغيرات سابتة ولا متغيرة يعني بمعنى في بعض عناصر الانتاج ممكن تبقى سابتة في المدى القصير صعبى غيرها وفي بعض عناصر الانتاج ممكن تتغير في المدى القصير لكن في النهاية جميع متغيرات عناصر الانتاج في المدى الطويل لازم تتغير طيب ايش الكلام اللي انت بتحكيه او ايش الامثلة اللي انت بتحكيه اول ايش لازم نتفق انه عناصر الانتاج احنا قلناها بالهيك الأرض رأس المال كي العمل كي العمل هو الأل وأديها المنظم أنا هديكم رمز المتغيرين اللي أنا هحتجهم اللي هو رأس المال وي العمل طيب يمكن الأرض ورأس المال المتغيرات هدي هي متغيرات احنا بالهيك قلنا هي عناصر غير بشرية يعني بمعنى ان هي متخلات او عناصر الانتاج ولكن تعتبر موارد غير بشرية لكن العمل والمنظم هي تعتبر عناصر بشرية طيب لو انا بدي افتح مشروع يعني لو انا بدي اعمل مشروع جديد الطبيعي لو انت فكرت كيف هتعمل المشروع الجديد هتلاقي انه رقم واحد عندك هتحاول تشتري أرض بعدها تعمل المبنى اللي انت هيبقى مبنى الإدارة ومبنى اللي فيه المكن والآلات والمؤدات اللي هينتج عملية الانتاج طيب عملت المبنى هتجيب مكان وآلات ومؤدات بعدها هتجيب مواد خام بعدها هتجيب عمال مش هيئة هذه العملية الانتاجية بس كل هذه المؤسسة لازم يبقى لها مدير هو اللي بيدير وهو اللي بيحرك كل الخطوات هذه هلقيت في المدى القصير مين العنصر اللي سهل يتغير ازوده او اناقصه نتيجة تغيرات الطلب والعرض في عناصر الانتاج بمعنى ايش تاني بمعنى لو الطلب زاد يعني انا عايز الطلب زاد على السلعة تابعت فانا عايز ازود الانتاج هل لو الطلب زاد هروح اشتري ارض جديدة وابني عليها مبنى جديد واشتري آلات ومعدات جديدة ولا في المدى القصير هممكن اقول لا انا في علاية تكلفة تكليف استثمارية وتكليف تأسيسية صعب ان انا في المدى القصير اني استرد هذه الاموال بسرعة او صعب كقدرة مالية هلسه ما استرددتش الاموال ولا اربحة المدى القصير فبالتالي صعب اننا اعمل التغيرات هذه شغلة الشغلة التانية ممكن يكون الطلب هذا طلب لفترة مؤقتة مش طلب دائم على المدى الطويل فبالتالي في الفترة المؤقتة هذه طب وانا اش ضمنني اني بعد شهر ولا شهرين ما يتغيرش ويرجع الطلب على نفس النمط السابق فبالتالي بتلاقي المنتج بيصبر طيب بس هو لازم يغطي الطلب او الزيادة في الطلب هذه ايش هيعمل في الحالة هذه لازم يزود الانتاج مين العنصر اللي سهل انه يزيد الانتاج فيه او يزود مدخلاته في المدى القصير عشان عشان يزود الانتاج اللي هو عنصر العمل انه يزود عدد العمال او يقلل العدد العمال فبالتالي الارض رأس المال تعتبر عناصر سابتة في المدى القصير العمل عنصر متغير في المدى القصير المنظم برضو هنلاقي عنصر سابت في المدى القصير طب في المدى الطويل جميع عناصر الانتاج تعتبر متغيرة طب ليش متغيرة لانه الطبيعي لو انا في المدى الطويل والطلب قاعد بيزيد معناها خلاص هذا اصبح واقع المؤسسة بتعيشه خلينا نحاول نفكر فيها زي مؤسسة جامعة الاقصى زاد الطلب على الدخول الى الجامعة من الطلاب فبالتالي سنة اثنين ثلاثة ولكن الموضوع اصبح مستمر لفترة طويلة الاجل فبدأت الجامعة تاخد قرار انها لازم تنشئ مباني جديدة عشان تستوعب اعداد الطلاب المتزايدة هيك معناها احنا دخلنا في مرحلة المدى الطويل فبالتالي بدأ وفي نفس الوقت كان لازم اوفر قطعة ارض او اماكن جديدة عشان تتلاءم مع عملية الانتاج فبالتالي في البداية طبعا الارض الفخان يونس والجامعة بدأت تنبني وكانت طلب برضه في البداية عدد الطلاب الفخان يونس ما كانش بنفس عدد القوة العاملة ولكن مع الوقت اصبح اعداد الطلاب هناك كبيرة جدا والمباني مش مستوعب اعداد الطلاب فبدأ ينعمل مبنى واثنين وهكذا هنا في غزة كان في الاول مبنى اثنين بعدها هاي فيه مبنى اللي اتعمل مبنى الوحدة بعدها عمل المبنى القطري فبالتالي الجامعة بتحاول توسع عشان تستوعب اعداد الطلاب طب ليش الجامعة بتعمل كل هذه الخطوات لانه فيه زيادة في الطلب على الدخول الى الجامعة فهي بتحاول تغير ولكن في المدى الطويل الارض ورأس المال تغيره لكن في المدى القصير لو انا عندي فيه اعداد طلاب السنة دي بقالي خمس ست سنين اعداد الطلاب اللي بتدخل الجامعة نفترض مثلا الف الفين تلات تلاف لو تلات تلاف مثلا بشكل سنوي خلاص احنا فاهمين تلات تلاف اجه السنة دي العدد صار خمس تلاف فيه زيادة لكن انا مش عارف السنة اللي بعديها هيضلوا الخمس تلاف هي الزيادة ولا لا فبش هبني مبنى جديد على طول عشان الزيادة هادي ايش بعمل بزود عدد العاملين بالساعة وبالتالي بقولهم تعالوا وببتدي احاول اشغل المؤسسة حسب القيود الجديدة لكن اذا استمر الفترة اطول فبالتالي اه هيك معناها تغير في نمط الطلب على السلعة تبعتي ففي الحالة هادي بزود لازم كل عناصر انتاج تصبح متغيرة يبقى قولنا في المدى القصير عناصر الانتاج جزء منها بيكون ثابت وجزء متغير طب في المدى الطويل جميع عناصر الانتاج متغيرة طيب الكلام هذا اللي انا بحكيه كيف ممكن نشوفه لو احنا خدنا مثال رياضي هاي كيه رأس المال هاي الال او الاول طيب احنا قلنا لو انا كتبت لو انا كتبت هاي اكي رمز رأس المال لو انا كتبت هنا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة في الحالة هذه عنصر رأس المال متغير ولا ثابت متغير يبقى في الحالة هذه انا بتكلم لو قلت لك في اي مدى تعمل هذه المؤسسة يبقى هنا بتعمل في المدى الايش الطويل لكن لو حطيت الرقم نفترض هنا عنصر رأس المال ثابت مدام مدام عنصر الرأس المال ثابت في اي مدى تعمل هذه المؤسسة في المدى القصير طيب لو انا جبتلك المثال الرياضي احاول اخذ المثال اسهل سفر عشرة اربع واشعين تسعة وثلاثين انين وخمسين واحد وستين وهنا صفر واحد هنا العمل هنا العمل هنا الناتج الكل ايش الفكرة هنا العمل عنصر العمل اننا لو معنديش ولا عامل انتاج هيكون ايش اكيد انتاج الصفر لان فيش ولا واحد يشغل مكان ولا يشغل مؤسسة فبتلي الانتاج صفر طيب لو عندي عامل واحد بينتج عشرة تمام طيب عاملين صاروا ينتجوا اربع واشرين العامل الجديد قديش ضف للانتاج هذا اذا بصينا قديش حجم الاضافة في الانتاج من العامل الجديد هذا بنسميه الناتج الحدي طيب لو بدي عرف في المتوسط الاثنين العمال بينتجوا قديش هذا بنسميه الناتج المتوسط طيب هنا الحالة هذه العامل الناتج الكل كان صفر يعني ما كانش فيه ولا عامل كان الانتاج صفر لما ايج عامل وانتج صار ينتج قديش عشرة يبقى العامل الجديد ضف قديش للانتاج ضف عشرة كيف انا عرفت لانه الناتج الحدي اللي هو الانبي لو قلنا الناتج الحدي يساوي التغير في الناتج الكل على التغير في عدد العمال فبالتالي انا انا هيك عرفت ان الدي بتغير الناتج الكل على التغير في عدد العمال هذا هو الناتج الحدي اللي هو قلنا عشرة ناقص صفر على واحد ناقص صفر ويساوي عشرة اللي هي حجم الاضافة واحدة يقولي طب ما هو تحت واحد لانه واحد ناقص صفر اثنين تمام احنا بنورجيك الخطوة لكن اذا انت لقيتها بتزيد الحدي واحنا غالبا اذا اجا جدول في امتحان دايما بنجيب العنصر متغير بيزيد واحد واحد على اساس الطلاب يبقى الموضوع بالنسبة لهم الحل اسهل طيب هنا هذه غير معرفة هاي عشرة طيب عامل انتج عشرة عملين صاروا ينتجوا 24 العامل التاني الاولين احنا قلنا عشرة خلاص صارنا عارفين انه عشرة طب العامل التاني اضاف قدش للانتاج 14 كيف عرفنا انه 14 اللي هو الفرق بين النقطتين هدولة اللي هي 24 ناقص عشرة على 2 ناقص واحد فبالتالي 14 على 1 اللي هي 14 فبالتالي هنا 14 يبقى معناها الناتج الحدي اللي هو قد ايه حجم الاضافة اللي هتنضاف للانتاج نتيجة اضافة عامل واحد او عنصر واحد الى عناصر الانتاج اللي هو عامل واحد يعني طيب ادخلنا ثلاث عمال صاروا ينتجوا 39 عامل آسف 39 وحدة ثلاث عمال صاروا ينتجوا 39 وحدة قديش حجم الاضافة 15 طيب 4 عمال 13 5 9 بعدها 5 بعدها 0 بعدها السالب 5 9 5 0 تمام انا هنا في اشياء هحاول ان احنا ننتبه عليها اللي هي بنفس فكرة المنفع والعلاقة ما بين المنفع الحدية والمنفع الكلية هنا عايزين نشوف العلاقة ما بين الناتج الكل والناتج الحد هنلاقي انه في البداية هنا الناتج الحد كان بيتزايد فبالتالي هادي احنا بنسميها تزايد الانتاجية او تزايد الغلة طب ايش المعنى تباحها انه كل ما بيزيد عدد العمال بتتزايد الانتاجية بمعدل متزايد ليش عشان في حاجة اسمها ميزة التخصص او الميزة النسبية هادي هتاخدوها في التكاليف بس برضو من مبدأ ان احنا نفهم دايما في الانتاج زي شركة هواوي زي شركة نوكيا زمان الشركات هادي اول ما دخلت على السوق او القطع او التكنولوجيا اللي بتستخدمها فاخدت ميزة وشدت المستهلك بعد ما الشركات اللي هي تكلفة انتاجها اقل بدت تعرف ايش المزايا اللي في السوق هادي بدت تنتج السلعب بتكلفة اقل من الشركة هادي طيب الشركة هادي هل واكبت التطور هل واكبت التكنولوجيا اذا واكبت هتظلها واخد الاسباقية وهتبقى عندها التخصص فهتظل فيه تزايد في الانتاجية لكن عند لحظة معينة هتلاقي انه الانتاجية تبعت العامل الواحد بتبتدي تقل نتيجة انخفاض المزايا النسبية اللي كانت موجودة داخل المؤسسة فبالتالي هنا هذا بنسميه تزايد الغلة طيب فيه بعد هيك عندي لحظوا معايا من هنا من نقطة هذه بدأ يحصل فيه تناقص في الانتاجية الحدية انه 13 بعدها 9 بعدها 5 لغاية الصفر هذه هنا فيه تناقص ولكن التناقص تناقص وقيمة موجبة ولا سالبة موجبة معنى موجبة معناها انه فيه تناقص ممكن نقولها الانتاجية او تناقص الغلة اي واحدة منهم الاثنين تعتبر الاجابة صحيحة طيب هنا لو قلنا تناقص غلة في الحالة هذه انا بكلم على انه بدأ اضافة انصر واحد الى العملية الانتاجية يؤدي الى انخفاض في ايش في عدد الوحدات المنتجة يعني بدأ انتاجية العمل واحد تقل طيب لو لاحظتم معايا بالرسم البياني هاي هنا تي بي وهنا ال و ام بي وال اي بي لسه بش هنرسم ال اي بي ولكن لحظوا معايا رسمة التي بي بتبدأ من الصفر تبدأ تتزايد الى انتصل الى القمة ثم تبدأ فيش في التناقص هاي تي بي طيب لو ركزنا على ال ال ام بي هتلاقي انه عند قيمة صفر هي غير معرفة فبالتالي هو بيبدأ من قيمة كام واحد هاي من عند قيمة واحد بدأ هي نفس النقطة عشرة وعشرة فهتلاقي انه هو بدأ من نقطة هذه تمام وبعدها بدأ يتزايد ثم بدأ ايش في التناقص الى لاحظوا معي انه هو تزايد ثم بدأ في ايش في التناقص طيب لما بدأ في التناقص بدأ ايش نقول انه في تزايد هنا في تزايد في الانتاجية هنا في تناقص في الانتاجية الحدية طيب عند النقطة صفر اللي هي هنا هذه اللي هي كان عدد العمال قديش سبعة عند سبعة عمال كان الناتج الكل عند اقصى قيمة له اللي هي ستة وستين طيب وبعد هيك عند التمانية اي اضافة في الوحدات بدأ الناتج الكل كمان يتناقص لانه الناتج الحدي سالب فبالتالي بنسميها مرحلة غير اقتصادية يبقى لما يكون الناتج الحدي سالب عندما يكون الناتج الحدي سالب الناتج الكل يبدأ في التناقص وتسمى مرحلة غير اقتصادي طيب عشان انا اقول تزايد في الانتاجية خلينا نسميها الانتاجية اريح الكم تزايد الانتاجية او تناقص الانتاجية برضو لازم نربطها بمين بال عشان نقدر نحدد احنا في حالة تزايد في الانتاجية ولا تناقص في الانتاجية طيب الاب هذا اللي هو الناتج المتوسط اللي هو لما جاء نقول لك انت نفترض ثلاث عمال ثلاث عمال بينتج مية وتمانين وحدة في المتوسط في المتوسط العامل الواحد بينتج قد فانت تيجي تقول العامل الواحد بينتج ستين وحدة لكن هل على ارض الواقع لو انت دخلت وبصد في المتغيرات هل فعلا كل عامل بينتج ستين لا ممكن واحد يكون بينتج أربعين واحد سبعين وهكذا لغاية ما تلاقي ان مجموحهم كله مية وتمانين فبالتالي انت الناتج المتوسط بتاخد الأفرج زي لما بجي بقول متوسط درجات الطلاب كام فانت بتقول لي خمسة وسبعين في المية فلما اجي اقول زي امتحى النصف الأول قلتلكم متوسط درجات 17 من 20 أو 16 ونص من 20 لكن هل على أرض الواقع كلكم جبتوا 16 ونص من 20 لا في الاجاب 18 في 19 في 17 وهكذا وفي 14 لكن في المتوسط هي الدرجة 16 ونص يبقى معناها المتوسط دايما اللي هو بيكون ال A B عندي يساوي T B بيش تغير بقى هنا مباشر T B على L يعني بأسم كل قيمة على العدد المقابل إلها 10 على 1 هنا 10 24 على 2 39 على 3 بعد 52 على 4 بعد 12 تقريبا point 1 12 point 2 بعد 11 11 9 11 بال الضبط بعد 9 point 4 بعد 7 point 6 ده المثال موجود في الكتاب طبعا القيمة الأولى غير معرفة لو انت عسامة الصفر على الصفر هتطلع معاك error غير معرفة طيب لاحظ معايا هنا في البداية في المرحلة هذه في المرحلة هذه كان الناتج الحد أكبر ولا الناتج المتوسط أكبر طبعا نقطة البداية هذه هي قاعدة دايما هتلاقي عند عدد واحد هتلاقي الثلاثة بنفس القيمة تعال من أول الرقم اللي بعد هيك هتلاقي انه الانتاجية الحدية أعلى من الناتج المتوسط عشان كده بنسميها تزايد الانتاجية لما يكون الان بي أكبر من ال اي بي يبقى ده ممكن يجي في الصح والغلط أو في الاختار متعدد عندما يكون الناتج الحد أكبر من الناتج المتوسط فإن الانتاج يكون في مرحلة تزايد الغلة أو تزايد الانتاجية طيب يبقى هاي الشرط طيب هنا في تناقص الانتاجية هتلاقي انه الناتج الحدي هنا طبعا هاي نقطة الانقلاب اللي هي النقطة اللي لو أنا رسمت زي هيك هتبقى هي النقطة هاي هاي الانتاجية طيب في النقطة هذه هاي هنا عشان نكون أوضح في الكلام هاي تناقص الانتاجية في تناقص الانتاجية هتلاقي إيش إنه الان او خليني الان ب أقل من الان يبقى عندما يكون الناتج الحد أقل من الناتج المتوسط فإن الاختصاد يدخل في مرحلة تناقص الانتاجية طيب لو جبت لك في الصحوة الغلطة عندما يكون الناتج الحدي سالم فإن الاقتصاد يكون في مرحلة تناقص الانتاجية غلط فإن الاقتصاد يكون في مرحلة غير اقتصادية تمام طيب عندما يكون الناتج الحدي أقل من الناتج المتوسط فإن الاقتصاد يكون في مرحلة تزايد الانتاجية هاي بقى غلط لانه الناتج الحدي لما يكون اقل من ناتج المتوسط نكون في مرحلة تناقص الانتاجية انا بحاول اعيدلكو الكلام عشان تكتبوه في المحاضرة عشان تستوعبو ان هذا هي الشغلات اللي زي هذه هي اللي بتيجي في الصح والغلط او الاختيار المتعدد طيب نيجي نتطلع هنا المرحلة الاولى عندي هنا اللي هي هذه هنا هي رسمة مين الخط هذا خليني ارسمه بالازرق عشان يبقى اوضح لكم الخط الازرق هذا اللي هو مين الناتج الحدي طيب الخط الاسود الناتج المتوسط طيب لما يكون الناتج الحدي اعلى هنا هيو في الجزء هذا الناتج الحدي هاي الخط بتاع الناتج الحدي قمته اعلى من الناتج المتوسط طيب انا هنا في مرحلة ايش تزايد الانتاجية طيب الجزء هذا ما قبل الصفر ما قبل هذه بكل اقتصاد فياش تناقص الانتاجية طيب عند النقطة هادي يكون عندما تكتب زي هيك عندما يكون الناتج الحدي يساوي صفر عندما يكون الناتج الحدي مساوي للصفر فان الناتج الكلية يكون عند اقصى قيمة له نفس فكرة المنفع في المنفع كنا ايش بنقول عندما تكون المنفع الحدية صفر فان المنفع الكلية تكون عند اقصى قيمة لها نفس القاعدة هي هي ولو انت رجعت للرسمة تبعة المنفع هتلاقيها نفس الرسمة بس احنا هنا دخلنا عليها زيادة الناتج المتوسط طيب هنا تناقص الانتاجية طيب وهذه النقطة طيب كيف ممكن يجي كمان السؤال ممكن يجي اختيار متعدد يعني مثلا ممكن يجي في الاختيار متعدد اقول لك عندما يكون الناتج المتوسط اكبر من الناتج الحدي فان الاقتصاد وارح سايب اربع اختيارات مرحلة غير اقتصادية تزايد الانتاجية تناقص الانتاجية يكون الاقتصاد عند اعظم او يكون الانتاج عند اقصى قيمة له فبتلاح تطلق الاربع اختيارات اللي هما تبعين الاربع حالات وانت تختار فانت لازم تكون فاهم انا حل فيهم هل قتل التأكيد تاني احنا قلنا تزايد الانتاجية تزايد الانتاجية لما يكون ايش الان بي اكبر من ال ا بي طيب هنا تناقص الانتاجية لما يكون الان بي اقل من الان بي طيب هنا لما يكون الحالة هادي الخط هذا الوهمي هذا اللي انا رسمته عندما يكون الناتج الحدي يساوي صفر يعني لما اجا اقول لك عندما تكون الان بي اللي هو الناتج الحدي يساوي صفر هايو لما ساوى الصفر الان بي ساوت الصفر كان الناتج الكلي عنده اقصى قيمة له اللي هو ستة وستين هل في قيمة اكبر من الستة وستين ما فيش في واحدة زيها ولكن هي هادي اقصى قيمة وهي الدلالة تبعتي انه الناتج الحدي وهذا يقولي طيب ليش ما اخدتش النقطة هادي واخدت السبعة لاني انا عند الستة ما بعرفش هل زيادة العمال ممكن تزود في الانتاج الكلي ولا تناقص فبالتالي لما زودت اتأكدت انه سبت فبالتالي سبات الانتاج الكلي في الحالة هادي معناها ان الانتاجية الحديية زيره فبالتالي خلاص انا في الحالة هادي بقف وبعرف انه هنا اقصى قيمة انتاجية والمفروض يكون الانتاج عند المستوى هذا طيب لو انا استمرت في الانتاج يعني لو انا انتجت تمانية هتلاقي انه الناتج الكل اصبح واحد وستين والناتج الحدي سالب خمسة عندما يكون الناتج الحدي سالب عندما يكون الناتج الحدي سالب يكون الناتج الكل او الناتج الكل يبدأ في التناقص ونسميها ايش مرحلة غير اقتصادية كل هادي بنسميها مرحلة غير اقتصادية اي اشي طيب في الكتاب حتى هنا هتلاقيه وحطط لك كمان انه فيه عدد العمال تسعة يعني فيه كمان كالرقم زيادة تسعة وكانت الانتاجية الحدية سالب سبعة والناتج الكل اربعة وخمسين يعني معناها انه اي وحدات متتالية بعد هيك هتؤدي الى تناقص في الانتاجية الحدية هذا المثال تبع الناتج او في المدى القصير طيب يمكن فيه نقطة معلش انا بعتزر نستها اللي هي الافتراضات اللي هتوصلني للشكل هذا يعني فيه افتراضات عشان اقدر ارسمها ايش هي الافتراضات يمكن انا قلتها بس ما قلتش انه هي الافتراضات زي ايش انه لما كتبتلكوا الاربع عناصر تبعين الانتاج قلتلكوا فيه اتنين بس منهم ما نستخدمهم فبالتالي يمكن الافتراض الاول ان المنشأ بتستخدم عنصرين من عناصر الانتاج يعني مش الاربع عناصر عنصرين اللي هو العمل الال ورأس المال اللي هو ك طيب هدي حالة طيب الحالة التانية انه المفروض ان انا بفترض المستوى التكنولوجي سابت في المدى القصير سابت المستوى التكنولوجي في المدى القصير ليش أنا بثبت المستوى التكنولوجي في المدى القصير عشان سواء بعد تكنولوجيا أو رأس المال أيا كان عشان ما يحصلش تغير في العناصر اللي إحنا بنعتبرها ثابتة في المدى القصير في بعض العناصر بنعتبرها ثابتة من ضمنها المستوى التكنولوجي طيب إنه من ضمن الأشياء برضو الافتراضات عشان نوصل لرسمة هذه إنه الاقتصاد أو المؤسسة تعمل في المدى القصير معنى المدى القصير معناها في عنصر سابت وعنصر متغير طيب من ضمن الشغلات التانية إنه عشان أحاول أزود الإنتاج عشان أزود الإنتاج يعني عشان أخليها صفرة عشرة أربعة وعشرين تسعة وتلاتين وهكذا من العنصر اللي هيتغير مش رأس المال العمل فبالتالي هو بيفترض إنه أي رغبة في التغير في عناصر الإنتاج أي رغبة إنه عشان أغير في الإنتاج الكلي أزوده هيغير العنصر اللي هو المتغير اللي هو مين العمل فبالتالي أنا افترضت إن العنصر العمل هو العنصر المتغير عنصر رأس المال هو العنصر السابت يعني خمس افترضات أول افترض إن الاقتصاد أو المؤسسة بس بتستخدم عنصر من العنصر الإنتاج رأس المال والعمل واحد سابت واحد متغير هاي الحالة رقم اثنين يبقى عندي رقم اثنين إنه أحد العنصرين متغير والعنصر الآخر سابت طب مين العنصر متغير؟ العمل مين عنصر السابت؟ رأس المال طيب رقم ثلاثة إن المستوى التكنولوجي سابت طيب رقم أربع إنه الإنتاج بيتم في المدى قصير بس كله بيترجم بعضه وكله بيفسر بعضه المفروض طيب رقم خمسة إنه إذا المنشأ رغبت في زيادة إنتاجها إذا المنشأ عايزت زود عملية الإنتاج تبعتها هنا مين العنصر اللي هيزود عملية الإنتاج؟ اللي هو العمل طبعا الكلام اللي أنا بقوله هذا إذا إنت ممكن تتخيله على أرض الواقع إنه نفترض إنك إنت عندك أرض زراعية وعايز تزود الإنتاج هتجيب آلات زراعية أو هتجيب تراكتور ومكان وتخلي المكان هو اللي يشتغل وهو اللي يحرط الأرض ولا تجيب عمال هم اللي يشتغلوها فهو هنا بيفترض إن العمال إنت مش هتجيب آلات ومعدات هي اللي يش تنتج أو تستخدم الأدوات هذه الألات والمعدات أكتر من العمل هو بيفترض إن العنصر اللي هيزود لك عملية الإنتاج من العمل هذا الأساس اللي إحنا بنحاول دايما نفكر فيه أو نشتغل فيه إذا معناها هذه الافتراضات اللي وصلنا بيها للحالة هذه طبعا فيه عندي من ضمن الشغلاء برضو إنه في حالة الإنتاج في المدى القصير إحنا قلنا عندي عنصرين العنصرين اللي هو هدي برضو إنه إحنا قلنا الإنتاج اللي هو TB وين نتبه إلي هو الإنتاج دالة فيه رأس المال والعمل لإني افترضت إنه عنصرين يعني من الآخر هيك إنه كله بيترجم بعضه يعني لو إنتوا ركزتوا هتلاقي إنه كل العناصر تقريبا تقريبا هي إحنا حكيناها بس هدي نقاط أنا يعني بحاول عدها الكو تاني عشان ما يكونش أنا نسيت أي إشي من ساعة ما حكينا الناتج المتوسط الناتج الحدي حطينا القوانين تابعينهم طيب في المرجع في المرجع اللي هو في المرجع اللي هو الملف في البيدي أف اللي إحنا بنشتغل عليه هتلاقوا إنه هو أنا رسمت لكم الثلاث يعني الثلاث منحنيات مع بعض لا هو راسم هو راسم بالضبط زي هيك إنه هاي الأل وهي التي بي وبالشكل هذا ورسم رسم تحتيها حاول يربط ما بينهم إنه أخذ النقطة هادي زي هيك واعتبرها هي نقطة إيش الانطلاق اللي هي هي هيبدأ منها وإنه هي تزايد وبعدها يبدأ إيش بالتناقص وأخذ من النقطة هادي وهي الان بي ومن نفس النقطة هادي بالشكل هادي لو أنت بسطت لها نفس الرسمة فيش أي فرق يعني ممكن مثلا بعض الطلاب لما يجي يبص على ملف البيدي قفي يقول لي الرسمتين مختلفين غير اللي أنت عملتهم لا هو نفس الكلام هنا عند النقطة صفر الناتج الحدي هي صفر كان الناتج الكلي إيش عند أخصى قيمة له طيب عند المستوى هنا النقطة هادي اللي تساوي فيها الناتج المتوسط الناتج المتوسط مع الناتج الحدي هنا كانت نقطة الالتقاء أو التساوي طيب اللي قبلها كان الانبي أكبر من الاب فبنقول عليها إيه تزايد الانتاجية طيب اللي بعد نقطة الانقلاب هادي الانبي أقل من الاب طيب إيش بنسميها تناقص الانتاجية طيب وبعد النقطة هادي مرحلة غير اقتصادية فهي هي نفس الرسمة يمكن أنا بشوف الرسمة الأولى أسهل لكم لو أنتو فكرتوا فيها هيك هتلاقوها أفضل وأسهل لكم تقريبا حتى هو هنا هتلاقي في صفحة 112 في ملف البي دي اف هو حاول يوضح لكم كيف المرحلة الأولى وإيش العلاقة بالنتج المتوسط والنتج الحدي وكاتب هيك نصا يتزايد الناتج المحلي بدرجة أكبر وأسرع من تزايد الناتج المتوسط وفي هذه المرحلة أو هذه المرحلة تميل إلى تزايد الغلة طيب في المرحلة الثانية فهو كاتب برضو أنه الناتج المتوسط أصبح أسرع وأكبر من الناتج الحدي وبالتالي إحنا سمينا هذه المرحلة هي مرحلة تناقص الغلة وكذا نفس الكلام هو هو اللي إحنا كنا بنحكيه طيب بعد هيك المحاضرة الثانية دلت الانتاج في المدى الطويل هذه إن شاء الله محاضرة تانية المحاضرة الجاية إن شاء الله يعطيكم ألف عفية وإن شاء الله رب يكون المحاضرة سهلة أنا خدت المثال اللي في الكتاب الأساسي اللي هو الكتاب اللي كان المفروض تشتريوه وحكيتلكم مش مشكلة خليكم بملف في البي دي اف فهتلاقوا المثال في بي دي اف أرقام غير عشان تتعودوا يعني هين أدينا مثال حاولوا تشوفوا المثال اللي هنا وحاولوا تشوفوا المثال اللي في التمارين وإن شاء الله بالتوفيق يعطيكم ألف عفية